أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من آيات الله المعجزة يقول الله تبارك وتعالى في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة هذا تعليم من الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك جبريل عليه السلام فقد كان عليه الصلاة والسلام يبادر إلى أخذ القرآن ويسابق الملك في قراءته وثلاوته فأمره الله عز وجل أن يستمع له وتكفل الله له أن يجمعه في صدره وأن يبينه له ويوضحه إذن أعطاه في هذه الآيات ثلاثة حالات وكلها معجزة لا يمكن لبشر أن يصل إليها بدون أن يكون موحا إليه من الله تبارك وتعالى الحالات الأولى جمعه في صدره جمع القرآن في صدر الرسول عليه الصلاة والسلام والثانية تلاوته التلاوة الصحيحة المطابقة لما أنزله الله والثالثة تفسيره وإضاح معانيه فالله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك أي لا تتعجل بالقرآن كما قال في آية أخرى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقال رب زدني علمه فتسرعه في أخذه عن جبريل ليس هو الذي يثبت القرآن في قلبه صلى الله عليه وسلم إنما الله تكفل بتثبيت القرآن في قلبه ثم قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه هذه الحالة الأولى الله يجمعه في صدرك يا محمد ويقرأه لك جبريل كما أراد الله تبارك وتعالى فإذا قرأناه الحالة الثانية فإذا قرأناه فاتبع قرآنه اتبع تلاوته بعد أن يثبت في صدرك يا محمد كما تلاه جبريل عليه السلام ثم إن علينا بيانه البيان التوضيح والتفسير ثم إن علينا بيانه أي بعد حفظه في صدرك وتلاوته نبين لك ونوضح ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا أخرج الإمام أحمد ورمى البخاري ومسلم برحوه عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه فأنزل الله تبارك وتعالى عليه لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي فاستمع إلى الملك وأنصت فإذا قرأ الملك فاتبع قراءته كما قرأ وقرأ كما قرأ الملك وفي رواية للبخاري كان إذا أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أطرق فإذا ذهب جبريل قرأه عليه الصلاة والسلام كما قرأه جبريل عليه الصلاة والسلام هنا نود أن نلفت النظر إلى إعجاز هام ما معنى الإعجاز يعني حاله تدل على عجز البشر أن يأتي مثلها إلا إذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي لهم فعجز البشر عن أمر يسمى هذا الأمر معجز في نزول القرآن على نبي أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة مفرقا الآية والآيتين تنزل الآن تنزل بعد خمس سنوات تنزل بعد أسبوع تنزل بعد يومين نزل القرآن مفرقا فجمعه وترتيبه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه وترتيله بشكل متكامل منسق هذا لا يستطيعه بشر فهذا دليل على أن هذا القرآن من عند الله رب البشر ثم يقول سبحانه وتعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا نحن لما كنا صغار في الابتداء المعلمين على أضحالهم بظنوا كلا حرف جواب كلا حرف ردع وزجر فكان يعلمونا أنه لما بنجاوب نقول له كلا يا أستاذ وهذا يسأل الأستاذ كلا يا أستاذ يعني ارتدع وانزجر يا أستاذ حرف الجواب للنفي هو لا أما كلا حرف ردع وزجر فربنا تبورك وتعالى يقول كلا أي ارتدعوا وانزجروا يا أيها الناس عن ادعاء المعاذير والأمور التي تحملكم على تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن الذي جاء به عن ربه أيضا ارتدعوا عن الأمور التي تكذبون أو تجعلكم تكذبون بها القيامة والبعث والحساب بل أنتم تحبون العاجلة حبكم للدنيا العاجلة الفانية استغرق عليكم مسامعكم وحواسكم مع أن الله تبارك وتعالى غرز في الإنسان حب الدنيا ليعمل لها لا ليتركها ويهجرها إنما خلقنا الله في هذه الدنيا لنعمرها قال تعالى واستعمركم فيها يعني خلقكم لتعمروها تعمروا هذا الكون هذه الأرض التي تعيشون فيها فأنتم الوضع بكم حب الدنيا من أجل أن تتابعوا ما أراد الله منكم بعمارة الأرض وتقدم الصناعة وتقدم الزراعة وتقدم الأمور حتى تنتجوا أشياء السعيدة ضمن الخطة التي خلقها الله لكم في هذه الحياة الدنيا ولكنكم عندما توجهون كل اهتمامكم للدنيا وتنسون أن هذه الدنيا هي ممرا للآخرة الدنيا فانية فعندما تتمسكون فيها وتوجهون كل اهتمامكم لها وتتركون الآخرة ونعيمها فأنتم لاهون في الدنيا متشاغلون عن الآخرة تتشاغلون في الدنيا عن الآخرة فتضيعوا منكم مصالحكم الأخروية ولا تحققون من مصالحكم الدنيوية إلا ما قدره الله لكم وكتبه لكم ولذلك انتبهوا وتأكدوا أنه سيأتي اليوم الذي يتحقق حكم الله فيه والحكمة من خلقكم خلقكم الله وبين لكم طريق الخير وطريق الشر طريق السعادة بالتحرر عن العبودية والخضوع لغير الله وطريق الشقاء بأن تنساقوا وراء أهوائكم وشهواتكم وتكونوا عبيدا لغير الله تبارك وتعالى فبين الله لكم هذا وبين لكم هذا ونبهكم أن تكونوا أحرارا عن العبودية لشياطين الإنس والجن وتتبعون ما أنزل الله على نبيكم صلوات الله وسلامه عليه فتنبهوا للهدف الذي خلقتم من أجله وهو المسؤولية والجزاء في الآخرة حيث يموت الناس كل نفسا ذائقة الموت ثم يحييهم الله تبارك وتعالى إذا شاء ويبعثهم فيحاسبهم على أعمالهم أفلا يتدبرون ولذلك يأتي قوله تعالى بعد ذلك مماشرة وجوها يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوها يومئذ ناظرة هي وجوه أهل السعادة أهل السعادة يوم القيامة وجوههم حسنة وجوههم مشرقة مضيئة بالنعيم إذا واحد كان يشتغل بعمل شاق تراه شاحب تراه متسق تراه عابس أما الذي يعيش في نعيم وسعادة وبهجة وسرور ترى نظارة وجهه وترى مظهر النعيم في وجهه فربنا يقول عن أهل السعادة وجوههم يوجوها يومئذ ناظرة أي مشرقة ناعمة بالنعيم الذي أعطاهم إياه ربهم سبحانه وتعالى إلى ربها ناظرة المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة بلا حجاب كما روى البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنه قال إنكم سترون ربكم عيانا أي بأعينكم ليس معنى ذلك هذه الأعين التي في وجهنا هذه الأعين التي في وجهنا يا إخواني ترى انعكاسات الضوء على الجسم الذي نراه ورب العزة ليس كمثله شيء ولذلك ترون ربكم عيانا أي واقعا صحيحا الرؤية الصحيحية الحقيقية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الناس نيام فإذا مات انتبه إنسان في هذه الدنيا لا يرى بعينيه إلا أشياء محددة ينعكس عليها النور إذا مات يرى الملائكة يرى الكون غير هذا الكون يرى العالم كله بأسره فكأنه كشف عنه وطاؤه فبصره اليوم حديث أي حاد يرى أشياء ما كان يراها قبل وأيضا عندما يرى ربه في الجنة لا نقول أنه يرى ربه مثل رؤيتنا للأشياء الآن لا كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ولكن ثبتت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بشكل يراه الله يعرفه الله سبحانه وتعالى ويقدره على الإنسان ويسعده به فقد ورد بأحاديث كثيرة من طرق صحاح متواترة عند إمة الحديث لا يمكن دفعها ولا يمكن رفعها أن المؤمنون يروا ربهم يوم القيامة من هذه الأحاديث ما روي في الصحيحين أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب ما في غير بينكم بين الشمس فإذا نظرت إلى الشمس تضرروا إذا نظرت إلى القمر تضررون قالوا لا يا رسول الله قال إنكم ترون ربكم كذلك وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها ففعلوا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاتين هاتين الصلاتين يتكاسلوا عنهما بعض الناس أحيانا وهي صلاة الفجر وصلاة العصر صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر صلاة الصبح وصلاة قبل غروبها قبل غروب الشمس في صلاة العصر في صلاة الفجر كثير من النام من الناس يأتيهم الشيطان فينفقوا في أهذانهم فيتكاسلون عن القيام من النوم وينامون ويتركون صلاة الفجر التي هي ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهناك بعض الناس يأتي في العصر متعب من عمله فيسفو أن يشغل بعمله أو يتكاسل عن صلاة العصر حتى تغرب الشمس فالرسول يؤكد على صلاة العصر كما أكد الله تبارك وتعالى عليها بقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانته والصلاة الوسطى صلاة العصر لأن بعض الناس قد يتكاسلوا عنها دظرا لتعابه أو بعض الناس قد ينشغل بالدنيا عن صلاة العصر فيهملها حتى تغرب الشمس فهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم يعني في الجنة كما ترون هذا القمر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها ففعلوا الصلاة قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر والصلاة قبل غروب الشمس هي صلاة العصر بالمناسبة يا إخواني إذا اقترب مغيب الشمس وصلى المؤمن وأدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر أما صلاة قضاء لفرض آخر يقضيه قبل غروب الشمس لا صح هذا وقت تكره فيه الصلوات فلا تصح قضاء صلاة في مثل هذا الوقت إلا صلاة عصر يومه فإذا أدرك ركعة وركع لأول ركعة ولو أدى المغرب يتابع وتكون صلاته إن شاء الله مقبولة ولكن يستغفر الله لتأخيرها لأن الصلاة قبل خروب الشمس أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها صلاة المنافقين ينظر يرقب الشمس حتى إذا قاربت المغيب قام فنقرك نقر ديك يعني بدون خشوء وروا مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجد من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ألزش مر عليهم في عمرهم في الدنيا أو في الآخرة هو النظر إلى ربهم وهي الزيادة أي زيادة التي قال الله تبارك وتعالى عنها في القرآن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال عموم المفسرين الزيادة هي النظر إلى الله تبارك وتعالى ففي هذا الحديث يكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وروا الإمام أحمد والترمذي على ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة أدنى يعني أقل أهل الجنة منزلة في الجنة إن أدنى أهل الجنة منزلة لا ينظر في ملكه أي ألفين سنة مسيرة ألفين سنة ملكه كله هذا في الجنة يرى أقصاه كما يرى أدنى يرى آخر ملكه لمسافة ألفين سنة كما يرى القريب ينظر إلى أزواجه وخدمه وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين أعظم أهل الجنة منزلة ليس هؤلاء فقط اللي عندهم الأملاك العظيمة في الجنة والحور العين والخدم والحشام لا علاهم منزلة الذي ينظر إلى وجه الله الكريم مرتين في كل يوم يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد أن قال عن أهل السعادة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أهل الشقاء يقول الله تبارك وتعالى عنهم ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وجوه الأشقياء يوم القيامة باسرة ما معنى باسرة أي عابسة كالحة مسودة الإنسان عندما يصيبه شيء يخيفه أو تنزل به طامة كبرى يغبق وجهه من الدم هؤلاء أهل الشقاء يسود وجههم في الآخرة كما قال تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه هي وجوه أهل السعادة وتسود وجوه وجوه الشقاء فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وهنا ربنا ستبارك وتعالى يقول ووجوه يومئذ باسرة أي كالحة عابسة متغيرة مسودة تستيقن أنها هالكة قال ابن زيد تظن أي تعتقد أنه وتعلم أنها ستدخل النار وأنها من أهل النار وهذا المقام كما أخبر الله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرتها قبل قليل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين يبيّن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تلك آيات الله نتلوها